تتميز مسافقات التعهيد الجماعي للأفكار بقدرتها على تسخير المعرفة الموزعة على المطاق الواسع ولكن في ذات الوقت فإن كمية الأفكار والتعقيد الذي ينطوي عليه تقييم الفكرة يقضب جهداً كبيراً وتحدياً للمؤسسات تناول الدراسة حديثة أجرها باحثين من الصين وأستراليا هذا الموضوع وقامت بإعادة تجميع المعرفة واقتراح نموزجاً يمكنه مساعدة المؤسسات في معالجة الأفكار الجماعية بكفاء من خلال استكشاف جانبي محتوى الفكرة من جهة وشدة المنافسات المسابقة من جهة أخر اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تحليل بيانات كبيرة تشمل أكثر من 16 ألف فكرة تم تقديمها في 61 مسابقة تعهيد جماعي وذلك بفهم تأثير محتوى الأفكار وكسافة المنافسة على نجاحها استخدم الباحثون تقنيات تحليل النصوص المتقدمة لتحليل المكونات المعرفية لكل فكرة وتحليل مدى تميز وتنبع الأفكار أصهرت الدراسة أن الأفكار الناجحة في مسابقات التعهيد الجماعي هي تلك التي تتضمن مكونات معرفية متميزة ومختلفة عن بعض الله بمعنى آخر الأفكار التي تأتي من دمج معرفي بين مجالات غير متشابهة تكون أكثر إداعا وتحقق نجاحا ألوى ومن جهة أخرى الأفكار التي تحاول جمع مكونات معرفية متنوعة من مجالات متعددة تكون أقل نجاحا والسبب في ذلك هو أن هذه الأفكار المتنوعة يصعب تقييمها وتنفيذها بسبب تعقيدها وتشعبها بهم الدراسة أظهرت أيضا أن كسافة المنافسة تؤثر على علاقة بين تميز الأفكار ونجاحها في أدئات زاد المنافسة العالية يكون تأثير تميز الأفكار على النجاح أقل وضوحة حيث تزداد صعوبة تقييم الأفكار المتميزة بسبب الكم الهائل من المشاركات المتشابهة من الأمور التي نأخذها على هذه الدراسة اعتمادها الكبير على التحليل الآخر للنصوص على الرغم من قوة هذه الأدوات إلا أنها قد تحتوي على بعض التحييزات التي يمكن أن تؤثر على دقة النتائج وتفسيرها كذلك لن تقدم دراسة التفاصيل حول كيفية التفاعل المشاركين مع بعضهم الضغط أو مع المنصة نفسها التفاعل الاجتماعي والشبكات بين المشاركين يمكن أن يكون لهم تأثير كبير على جودة ونجاح الأفكار المقدمة نضيف إلى ذلك أيضا تباين منتة المسابقات حيث تراوحك من 8 إلى 10 أسالي وقد يؤثر ذلك على مدى تعمق المشاركين في تطوير أفكارهم منتة المسابقة تلعب دور حاسن في مدى جودة الأفكار التي يتم تقديمها وأيضا تقييمها